هو الإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني ثم الكوفي روى عن مسروق وعلقمة بن قيس وعبيدة السلماني وخيفمة بن عبد الرحمن وسويد بن غفلة والقاضي شريح وغيرهم من كبار التابعين قال أحمد بن عبد الله العجلي لم يحدث عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدرك منهم جماعة ورأى عائشة رضي الله عنها كان بصيرا بعلم بن مسعود واسع الرواية فقيها النفس كبير الشأن كثير المحاسن روى عنه الحكم بن عتيبة وعمر بن مرة وحماد بن أبي سليمان وسماك بن حرب ومنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وآخرون غيرهم كان مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهما وكان رجلا صالحا فقيها متوقيا قليل التكلف وكان على علم واسع بالحديث قال الأعمش كان إبراهيم صير في الحديث وقال إسماعيل بن أبي خالد كان الشعبي وإبراهيم وأبو الضحى يجتمعون في المسجد يتذاكرون الحديث فإذا جاءهم شيء ليس فيه عندهم رواية رموا إبراهيم بأبصارهم كان النخعي على كثرة علمه وسعة فقهه جم التواضع بعيدا عن الكبر والعجب فعن ميمون الأعور قال قال لي إبراهيم تكلمت ولو وجدت بدا لم أتكلم وعن عاصم قال تبعت الشعبي فمررنا بإبراهيم فقام له إبراهيم عن مجلسه فقال له الشعبي أما إني أثقه منك حيا وأنت أثقه مني ميتا وذاك أن لك أصحاب يلزمونك فيحيون علمك توفي إبراهيم النخعي سنة ست وتسعين للهجرة قال الشعبي بعد أن فرغوا من دفنه أما إنه ما ترك أحدا أعلم منه أو أثقه منه قالوا ولا الحسن ولا ابن سيرين قال نعم ولا من أهل البصرة ولا أهل الكوفة ولا من أهل الحجاز ولا من أهل الشام رحمه الله ورضي عنه